أعرب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين عن قلق الولايات المتحدة من احتدام النزاع المسلح في إثيوبيا ودعى بلينكين إلى وقف فوري للقتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى حل سياسي والعمر على إصال المساعدات بشكل مستدام للمتضررين بين الحرب كيف ستتعامل الأطراف الإثيوبية مع دعوة واشنطن لوقف المعارك وبدء حوار لحل الأزمة ولماذا حذرت الأمم المتحدة من حرب طائفية في إثيوبيا لا تهدأ المواجهات على جبهات القتال في إثيوبيا وتحديدا في إقليمي أمهر وعفر الجيش الفدرالي يقول إنه أبعد الخطر عن العاصمة أديسابابا ويستمر في صد هجمات قوات جبهة تحرير شعب تيجري التي اعتبرت انسحابها من مناطق كانت تحت سيطرتها بأنه تكتيكي ويهدف إلى تنفيذ هجمات استراتيجية حاسمة حرب تثير المخاوف من زيادة التوترات العرقية وتهدد بانهيار وحدة البلاد هكذا وصفها بزير الخارجية لأمريكي أنتوني بلينكين في مقابلة افترادية مع رويترز نيكست ولوضع حد لهذا النزاع طرح بلينكين ثلاثة خطوات للحل تبدأ بوقف فوري للأعمال القتالية ثم الجلوس إلى طاولة المفاوضات بحثا عن تسويات سياسية وبالتالي يتم تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى المناطق المتدررة من النزاع وبينما تصر واشنطن على الحل السياسي رغم فشل الوساطات لوقف إطلاق النار قررت الحكومة الإثيوبية إغلاق المدارس الثانوية لمدة أسبوع ليتمكن الطلاب من المشاركة في حصاد المحاصيل نافية ما يتردد من أخبار بشأن استخدامهم في الحرب وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية ومع استمرار الحرب جددت الأمم المتحدة تحذيراتها من أن الصراع قد يزيد من حدة فقدان سبول العيش ويفاقم موجة النزوح وأشارت إلى أن الملايين من السكان في شمال البلاد يعانون نقصا حادا في الخدمات الأساسية لنقاش هذا الموضوع نضم إلينا عبر سكايب من واشنطن كبير الباحثين بمركز إفريقيا في المجلس الأطلسي كاميرون هاتسون وعبر سكايب من واشنطن أيضا نائب رئيس منظمة اللاجئين الدولية هاردن لانغ مرحبا بكم أضيفي الكريمين سيد هاتسون المبادرة والمبادرة للأطراف في إثيوبيا هل يستمع أي من الطرفين أو الأطراف إلى هذه المبادرات المتوالية وآخرها المبادرة الأمريكية أعتقد أن مبادرة واشنطن تدعم مبادرة الاتحاد الإفريقي بقيادة الرئيس أبا سانجو وهناك أيضا مبادرة موازية من قبل رئيس كينيا السيد كينياتا وبالتالي أعتقد أنه في الأشهر الماضية واشنطن قررت أن تدعم المبادرات الإفريقية ولكن المشكلة هي أنه لا الحكومة في إثيوبيا بوساطة ما طالما أن كل فريق يعتقد أنه بإمكانه أن يفوز عسكريا لن يوافق على أي وساطة سيد لانغ ما المرحلة التي يمكن أنه إذا وصلها الطرفان قد يرضى كل منهما بالجلوس إلى طاولة المفاوضات ما رأيناه حتى الآن وكما قال الزميل أنه ليس هناك إرادة سياسية للتقدم نحن والتفاوض من قبل الفريقين ومن يدفع السمن هو المواطنون لدينا تقارير وصلتنا في الأيام الماضية تشير إلى وصول بعض المساعدات الإنسانية إلى تيغراي وهي المنطقة التي تأثرت أكثر من كل منطقة أخرى في إثيوبيا من جراء الصراع أكثر من 160 شاحنة دخلت الآن إلى المنطقة ولكن حسب الأمم المتحدة هناك حاجة إلى أكثر من 100 شاحنة كل يوم فالنفاذ الإنساني حتى الآن يستعمل كسلاح حرب من قبل الحكومة الإثيوبية ولا بد أن نتأكد أن هناك تقدم على المستوى الإنساني أي كان ما يحصل على أرض القتال أو على مستوى المفاوضات سيد هاتسون مراهنة أبي أحمد على وجه التحديد قبل أن نذهب إلى جبهة تحرير تيغراي لكن مراهنة أبي أحمد على الحل العسكري وعدم استماعه لكل من نصحوا بالسعي إلى إيجاد حل سلمي هل كانت هي السبب الرئيس فيما آلت إليه الأمور الآن؟ هناك عدة أسباب برأيي لا يمكننا أن نعتبر فقط رئيس الوزراء مسؤول طبعا غالبية الفزعات التي ارتكبت ارتكبت على يد الحكومة وحلفاء الحكومة نتذكر دور إريتريا أيضا وبعض الميليشيات التابعة للحكومة وبعض الميليشيات التي لم تدرب بطريقة الملائمة ونعرف أن هناك الكثير من المجازر ارتكبت في أماكن مختلفة ولكن أيضا مع عدم السماح بمرور المساعدات الإنسانية انتدى الصراع إلى أفار وإلى أمهارة وازداد عدد الضحايا من المدنيين فيمكننا أن نلومى الفريقين الفريقان لديهما يدعي لأيديهم ونحن نحتاج إلى حل متفاوض أولا لفتح المجال للمساعدات الإنسانية ولكي لا يعاني المدنيون من كلفة هذا الصراع ولكن أيضا يجدروا أن يعي الفريقان أنهم يقتربون من وضع جامد على الجبهة بمعنى أنه لن يتقدم أي فريق على الآخر وأعتقد أننا سنشهد استمرارا لهذا الوضع حتى يقتنع البعض أن الكر والفر لن يؤدي إلى فوز أي من الفريقين في هذا المجال ففي نهاية المطب إن استمرت الحرب كما هي ستستمر لفترة طويلة وسيعاني فقط المدنيون سيد لانغ ما تأثير العوامل الخارجية دول خارجية في زيادة الطين بلا هناك جهود كثيرة الآن تحاول أن تدعم عملية السلام ولدينا الكثير من المبعوثين إلى المنطقة مبعوث إلى قرن إفريقيا أو الاتحاد الأوروبي أو غيره والاتحاد الأوروبي عفواً الاتحاد الأفريقي هو الذي يجدر أن يلعب الدور الأساس في هذا المجال أقصد دول التي لعبت دورا في إثارة التوتر والاستثمار فيه أكثر خاصة إقليميا نعم دون شك بعض دول المنطقة عبر بيع الطائرات المسيرة والتجهيزات العسكرية إلى الفرق خاصة الحكومة هي أيضا تسمح باستمرار للصراع وهناك توترات أخرى مع حكومة السودان التي تعقد الوضع على الحدود وأيضا إريتريا التي ما زالت تلعب دورا مهما في الصراع المنطقة حتى الآن لا تقوم بالكثير للمساعدة في التقدم على طريق السلام هناك تحديات كثيرة وهناك عدم تبصر لأن المنطقة هي التي ستدفع سمن عدم الاستقرار المستمر إن لم يكن هناك مفاوضات سينتشر النزاع عبر البلاد ستجر مناطق أخرى إلى النزاع وسيدفع المدنيون السمن ولكن الدول المجاورة أيضا سترى عدم استقرار وتدفق للاجئين هذا سيؤدي إلى صراع على مستوى المنطقة ولابد بالتالي للدول المجاورة من دعم عملية السلام سيد هاتسون مائة وخمسة عشر مليون في إثيوبيا عشرات العرقيات وتحذير من حرب عرقية وطائفية ما ماذا جدية هذا التحذير لا يمكننا أن نقلل من شأن وقوع صراع من هذا النوع لأن الصراع سيتطور على أسس عرقية الحكومة أظهرت أنها قادرة ومستعدة للعب على الانقسامات العرقية في بداية الصراع الحكومة أكدت أن هذا الصراع كان فقط ضد جبهة تحرير تيغراي ولكن هذا الصراع امتد وأصبح كل سكان تيغراي يعتبر من الإرهابيين وهناك استعمال لكلام الذي يقلل من شكل الإنسانية والكلام العنيف للوم كل السكان في مقاطعة تيغراي وفي الأيام القليلة ولسابيع الماضية رأينا توسعا في هذا الاتجاه فهناك أيضا إمكانية لأن تقوم المجموعات العرقية بحل مشاكلها عبر السلاح ومجددا السمن يدفعه المدنيون وعلى المدى الطويل يجدر النقلق أيضا من إمكانية تشتت النسيج الاجتماعي العرقي في البلاد مما سيترح أسئلة تتعلق بمقاربة الدستور لإدارة التنوع في البلاد ونعرف أن رئيس الوزراء تكلم عن حكومة مركزية تسيطر على كل المناطق مما يعتبر ابتعادا عن الفيدرالية نعم وهذه بداية الأزمة حتى هذه بداية الأزمة حتى تجاوز فيدرالية إثيوبيا باتجاه منطقة حساسة كمنطقة تيغري أو إقليم تيغري دعني أنتقل لسيد لانج قبل أن أعود إليك سيد لانج يعني مع كل ما يجري لا يبدو بأن طرفا يستمع في داخل إثيوبي ولا مبعوثا بإمكانه أن يجمع الأطراف لكن كان لافتا أنه مع تقدم كل طرف تأتي عوامل تجعله ينسحب خاصة أبي أحمد كأن هناك من يريد أن يستثمر في إطالة هذه الأزمة في نهاية المطاف من الصعب أن ندرك طبيعة الصراع ووتيرة الصراع لأنه يتأثر إلى حد كبير بعوامل خارجية ولكن في أساسه الصراع هو صراع إثيوبي هناك عناصر خارجية هناك دور إريتريا الكبير في النزاع ولكن الديناميكيات على الجبهة هي ديناميكيات داخلية تتعلق بالمكونات الإثيوبيا مجددا وبالعودة بالثمن الذي يدفعه المدنيون نعم الوضع في تيغراي تأثر كثيرا فيما يتعلق بالأمن الغزائي هناك حوالي خمسة ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية والكثيرون حوالي المليون يعانون من الجوع ولكن هناك أيضا مناطق أخرى كأمهار وفي أمهار تزداد الحاجات الإنسانية بسرعة قصوى ومع انتشار الحرب والمعارك إلى مناطق جديدة سنرى أيضا ازديادا لمعاناة المدنيين ونعرف أيضا أن هذا الصراع تخوضه قوات إسيوبية داخلية ولكن التدخلات الخارجية اليوم لم تكن إلا سلبية هل يمكن أن ترسم طريق أو منفذ على الأقل لإغاثة اللاجئين النازحين المتضررين من هذه الحرب الدائرة سيد هاتسون طبعا من دون شك لا بد من أن نفكر بأي عمالية عدل انتقالي هناك قادة عسكريون ومدنيون مسؤولون عن بعض المجازر والجرائم ولا بد أن تكون هناك مساءلة وهذا لم يحصل حتى الآن لا بد أيضا من التوثيق لأنه حتى الآن ليس لدينا توثيق دقيق لما يحصل على الأرض ليكون مسوغا لبعض التحقيقات الممكنة لأنه لا بد أن نبدأ بالتفكير الآن بعمليات المحاسبة هناك الكثير من الأمثلة في المنطقة حول المقاربة الأفضل ولكن يجدر أن يعي المسؤولون عن الجرائم أن هذه الجرائم لن تنسى في المستقبل وأنه سيكون هناك حساب لأن ذلك يؤدي إلى ردع وهذا ما لم نره حتى الآن دانياس سيد لان جونات سريعا هل هذه إثيوبيا التي كانت تقريبا مركز القارة سياسية المقر الانتحاد الأفريقي آبا أحمد الحائز على نوبل للسلام هل ستغير هذه المرحلة كثيرا في هذا المشهد إن تم تجاوز الأزمة أعتقد أن غالبية دول المنطقة عليها أن تعي أن الدولة الأساسية في هذا الجزء من أفريقيا ستواجه الآن عدم استقرار داخلي لفترة ليست بالقصيرة طبعا نتمنى أن يكون هنا كوساطة تؤدي إلى نتيجة ولكن حتى الآن يبدو أن الفرقاء لا يريدون الاتجاه نهو عملية سلمية أشكرك أشكرك جزيرة شكر هاردن لانغ وكاميرون هادسون كنتم معي من واشنطن